طيب نروح لكرة اليد سيدات الفريق اللي السنة اللي فاتت عمل منتدى كبيرة ورجع ولعب مع شمس مباراة نهائية وكان يقدر يحسم الدوري في الوقت اللي كان عنده مشاكل وإصابات فريق كرة اليد بكيادة كابتن يحيا يوسف طبعا هزم شامبيون الرحاب فريق شامبيون الرحاب نتيجة كبيرة 32-3 يمكن دي بداية موفقة شوط الأول خلال 17-1 الدوري مقاون من 16 فريق هلعبه رايح جاي هيخده الأربعة الأوائل هيطلعوا على دوري السوبر أربع فرق الحقيقة يعني من التمنام كل التوفيق كابتن يحيا يوسف عمل تمارين كويسة عمل مطشات مستعد بشكل جيد إن شاء الله الموسم ده يكون أفضل طبعا كاميرا الأبطال كانت موجودة مع بطلاتنا طبعا في مطش الشامبيون الرحاب سجلنا التقريب ده نشوف ونرجع لحضركم الموسم اللي فات طبعا قفنا صفحة خارص الحمد لله يعني وتركزنا على الموسم ده وهدفنا مع اللاعبات إن شاء الله والأول ومركزين جدا لدرجة إن الحمد لله الدوري جاي تدريجي بالنسبة لنا كمرشات مش قوية أو ضعيفة شوية بحيث إننا جاي تدريجي بحيث الممرشات الضعيف في المتوسط في الجامل بعد كده طبعا أكيد هدفنا هو الأول اللي هو الأن الأهل المعاودنا الأول السالة فاتت حصل دروب وهم رايح سابقا له فترة كبيرة جدا من أخطر من 20 سنة بس الحمد لله طرقنا الموضوع إن شاء الله ومفاهمين اللاعبات إننا الأهل ما حصلش في كده وإن شاء الله الدوري إن شاء الله وكاسي يرجعنا للأهل تاني في حد جاي إن شاء الله من خارج مصر إن شاء الله جاي كمان يومين إن شاء الله يوم التلاتة جاي إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه يعني وفي طبعا عودة غدا حارس مرمى كان في منطقة مصر وجات السنة برضو رجعت كتاية جازة وهيكا تعتزريت ورجعناها تاني أنا عندي إصابات طبعا بقالهم كم المرشي ما بلعبوش عندي ناس عاملين عاملتين من يارش حتاو أي حوش طبعا مصابة عندي من خارج وعندي شاد شارب ومصابين بلعب من غيرهم وشكيا كمان بستعين بالشابات اللي هم 2002 معايا وكلا كلا 2002 هم معايا أصلا إن هم بتمرروا معايا فيه أربع بلانت الخمس بقال بربعه معايا احنا الحمد لله كالتنيحية عملنا برنامج قوي قوي من الاعداد يعني جم وطراك وكل حاجة ويعني بنحاول نحسن على كل نقاط ضعف حصلتنا لنا السنة اللي فاتت عشان نبقى حسن يعني فمنحاول نبص على كل حاجة وقت مننا عشان نبقى أفضل إن شاء الله نوعيدون أن احنا نجيب البطولات كلها السنة هذه وانحنا نيجي على نفسنا جامد ونكتهد عشان نعود السنة اللي فاتت بإذن الله عشان احنا تقول لهم رينا الحمد لله الأبطال مستعدين استعداد قوي هدفنا ان احنا ان شاء الله احنا كده كده مشونا واحدة واحدة بس ان شاء الله هدفنا ان احنا يعني نفرح الجمهور ونعمل حاجة السنة دي وناخد الأربع بطلات دي مباراة يعني في الأول كده بتبع تجربية بس الحمد لله يعني عمين الشغل كويس يعني وجامل تجربة حلوة جدا وبياخد خبرات انهم هم كلهم بيساعدوني محدش او مطلات كانوا يفدد دي كله كان بيرفعني ويساعدوني معاهم فده طبعا فرق معايا في الملعب بيخليني طالب كل حاجة عندي عشان نقدي للفرق المسانفات دي حاجة كدرب متحصلش لنا كتير احنا كده كده متعودين احنا اول ونشتغل على كده فاحنا ان شاء الله المسم ده هنرجع لكده يعني والأربع بطلات يبوا عندنا ان شاء الله كل التوفيق طبعا لفريق الاول الكرة اليادي السيدات وكابتن نيح يوسف